بسم الله الرحمن الرحيم أزور سيدي ومولاي ذخري ودخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيارة مني ونيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وعن والدي وعن أهلي والمؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة السيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتون السلام عليك وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرسية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أمتان أسرجان ولعن الله أمتان أسرجان وألجمات وتنقبات لقتالك بأبي أنت وأومي لقد عضم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليه بموالاتك وبالبرات ممن قاتلك ونصب لك الحر وبالبرات ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبرات من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبرات من أشياعهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون لمن والاكم وعدون لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البرات من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشال الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن واكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطنين وموقفين وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العنب سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة وبدلا بدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليه اللعن منه والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم واللعنتي عليهم وبالوالاتي لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثانث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد بن الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة ثم اسجد اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا هجهم جون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على سيدنا محمد ولبيته الطيبين الطاهرين